بعد ما اكملنا عملية برمجة كل جزئيات فالان نختبر الواجهات بشكل عام اضافة اذا كانت عندنا اي مشاكل نحاول عملية اصلاحها فارجع بشكل مباشر على المين ارجع على السلم اعمل event الخاص في السلم واخذ هذه الوظيفة بشكل مباشر كو بباست واقوم بالتغييرها الى accelerate gi ثم على ذلك accelerate user control طبعا احنا طبعا ما اختبرنا اي اجزاء يمكن تظهر عندنا اخطاء اوكي باحتبار انه بدينا بعمليات التغيير بشكل مباشر وبدون اي عملية مرور لازم تفحص كل الوظائف اللي انت عاملها اضافة حذف تعديل تصدير كل هذه الجزئات تقوم بعملية فحصها واحدة تلو الاخرى جيد مثل ما تلاحظ الان معرفة درجة الراتب الاسمية العلاوة السنوية سنوات الترفيح هذه نفسها تماما لا يوجد عندنا في هاي مشكلة ابتدأ بعملية اضافة درجة مثل ما تلاحظ الان امامك اول خطأ اذا لاحظته وليس خطأ انما هو تفاعل مع اليوزر اللي هو tab index يعني هذي tab index ايضا ترتيب الواجه نوعا ما لازم نحتن فيه بشكل افضل فمالديا احنا عندي مثلا درجة الاولى او مثلا خيبتدي مثلا من الدرجة العاشرة عندي الدرجة العاشرة الراتب الاسمي الخاص فيها مثلا ميتين دولار او ميتين الف دينار احنا سفي الدينار العراقي like this والعلاوة السنوية مثلا ستة الاف I think yeah ستة الاف عدد السنوات الترفيح احنا عندي مثلا عندي خمسة واقل احنا احفظ مثل ما تلاحظنا يقول جميع الحقوق تضمع علامة النجمة وعقول مطلوبة اكد مدخالها واعدل محاولة مرة اخرى وهذا يعني في ال Validation في جهز الاساس لهذا الان عندي بعض الامور احنا بدي اعدلها ونرجع نعمل فحص على الامور اول شيء tab index ثاني شيء يعني لما نضيف على الحفظ ما في داعه تغلق النافذة استمر بعملية الاضافة اوكي اذا نرجع على الاد salary form نقوم بضبط tab index tab index هي جدا مهمة في جزئيات التفاعل مع واجهات المستخدم اول شيء طبعا احاول انه اضبط ذني الكل يكون عندك alignment في اتجاه اليمين بهذا الشكل اوكي وابتدي مع tab index tab index تشوف هذه عندك tab index المفروض تكون عندك zero وهذه tab index المفروض تكون عندك واحد وهذه عندك اثنين ثلاثة ثم حفظ اربع هذه النقطة الاولى لاثناء الحفظ عندك الvalidation اوكي الvalidation طبعا ما بديني ما في عندنا حاليا validation اوكي فبالتالي يمكن انه دائما انت ترجع ايش ترجع true فقط هذا الجزء اللي انت تحتاجه فتس اوكي يعني هو valid في الجزء الاساس اوكي اوكي ام ترجع مرة اخرى فتس اوكي هو valid الان ما رح تبيظهرنا الخصائص اين الvalidation بنفس الوقت سواء كان عندك add او edits او على مستوى فقط الاد اذا كان عندك اضافة المفروض تستمر بالاضافة يعني يعني ايش هذا الكلام يعني انا عندي add ما بعد الاضافة ايش اعمل اعمل close ابدى بحث في ال close استمر في عملية اضافة السلم بدل انه اغلق الواجهة على المستخدم هذه رح تتيح لعملية سرعة في العمل اوكي قلنا الان نشوف هذه العملية نضيف البيانات نضيف بيانات السلم ونشوف هذه العملية اوكي فخليني ابتدي فيه سلم جدا بسيط حتى يكون واضح بالنسبة انه ابتدي بنفترض ان حدنا السلم اللي هو عشرة نبتدي مع العشرة الراتب الاسمي 100000 والعلاوة السنوية تكون عندك مثلا 4000 عدد السنوات الترفيع هي 5 السنوات ثم ذلك حفظ تمت عملية الاضافة هذا مثل ما ذكرت لك انه انت ما تحتاج الى غلق هذه النافذة تستمر بعملية الاضافة اوكي لان رح تبدأ تقلل الدرجة تسعة الراتب الاسمي مثلا يكون عندك مثلا 150000 أو يا انتس اوكي 150000 أو يكون عندك 200000 العلاوة السنوية 5000 أو 4000 ما في عنديها مشكلة وعدد السنوات نفسها ثم على ذلك حفظ الانتس اوكي يعني يعمل عندك حاول انه مثلا نفترض المستخدم هنا في الراتب الاسمي اتهى القيمة اتهى القيمة نصية يعني مثلا ادخل بهذا الشكل فلو تلاحظ انه اثناء الخروج يقل له اهنا اقوم بإدخال قيمة رقمية فقط يعني افترض الان ادخل عندك خمسة بهذا الشكل رقم واضاف حرف اس بالاخير يعني ليس متعمدا فلو يضغط على حفظ لو ضغط على حفظ وانت مم اخذ الاليديشن رح يتوقف البرنامج رح يدث عندك exception لماذا لان القيمة المرسلة من الواجهة لا تتطابق مع القيمة المعرفة في الدياتابيس وبالتالي رح تدث عندك مشاكل فاي جميع قيمة لازم تكون عندك في الواجهة تكون مطابقة الى الدياتابيس بشكل مباشر اوكي ممتاز فيما يخص التعديل الان لو تضغط هنا على تعديل رح يرجع لك القيمة سوكي عشرة الف كذا لو تبدي تغير هذه الاربعة الاف الى خمسة الاف واتقل هنا انا حفظ تم اوكي ايثنك تم التعديل عندي بنجاح اعتقد تم التعديل اوكي خلينا نشوف مثلا نعدل على احنا لدينا هذه عشرة خلينا فقط اقوم بازالتها حدف تم الحدف بنجاح وقوم بتعديل هذه العشرة الى مثلا ثمانية وهذه اغيرها الى ثلاثمية الاف وهذه اغيرها الى ستة الاف وعدد السنوات الترفية تكون عندك عدد بهذا الشكل ثم مع ذلك حفظ مثل ما تلاحظ الان امامك اللي عمله انه هو قام بالاضافة وليس تعديل اذا لاحظت الان امامك قام باضافة بيانات جديدة والسبب احتقد انه احنا لم نفصل هناك مشكلة في عملية الفصل بين الاضافة والتعديل احتقد هنا المشكلة خلينا نشوف لماذا لا تتم عملية يعني عملية الفصل لو ترجح هنا على الاد سليري او لو تلاحظ الان احنا داين عرض عندنا رسالة تم التعديل معنى ذلك دا يفصل ولكن المشكلة اين المشكلة لازم تعرف انه احنا لما لا نعطي الايدي في الكلاس يعني في الفل بالنسبة للبيانات ونقوم باسناد وظيفة تعديل ايش تعمل هذه الوظيفة تقوم بالاضافة وليس التعديل لان ما في عندها ايدي تعدل علي فالمشكلة اين المشكلة تكون في اسناد البيانات يعني ايش لو تلاحظ عندك هذه البيانات فيها خطأ احنا الان دا نسند البيانات ولكن لم نسند ال ايدي طيب هل هناك مشكلة نعم هناك مشكلة لما تقوم بارسال البيانات الى وظيفة ال ادتس لهذا السلل الريت بدون اسناد ال ايدي فايش تعمل هذه الوظيفة هذه الوظيفة ايش راح تبدأ تعمل هذه الوظيفة راح تباشر في عملية الاضافة بدلة للتعديل لا تعطيك خطأ تباشر في عملية الاضافة طبعا هذا الجزء كان في النسخ الحديثة من الانتيتي فريمورك فبدل انه انت تعمل وظيفتين اضافة وتعديل تعمل وظيفة وحدة اللي هي اضافة او تعديل فاضافة اذا ما اسنادت ايدي ياخذ الاضافة واذا اسنادت ايدي راح يبدأ يعمل لك تعديل فبالتالي بكل بساطة راح ابدأ يقول له ان ال ايدي هو يساوي عندي ال ايدي خليني بدي نعمل راني ونشوف هذا الكلام اذهب هنا بشكل مباشر على السلم اقوم بازالة هذه الثمانية اقوم بازالتها بهذا الشكل وقوم بتعديل هذه العشرة اعدل فقط مثلا سنوات الترفية اعدلها الهلاء ستة بما ذلك حفظ وتلاحظ تم التعديل عندي بنجاح اضافة تعديل حذف كلها تشتغل عندي فقط اتكد من التصدير سنصدر الموجود في الشبكة طبعا دائما نحرص على الاختبار لهذه الجزئيات اذا هذه عندي البيانات تم تصديرها عندي بنجاح اي مشاكل اوكي مثل ما تلاحظ تم تصدير عندي البيانات بدون مشاكل اكيد انه وظيفة التصدير الكل ايضا تعمل عندي بما يخص البحث ايضا احتاج ان اعمل شيكا علي مثلا ابحث فقط على تسعة تم البحث عندي بنجاح وطبعا لما تبحث عن شيء ما راح يبدي يبحث لك عن شيء فيما يخص هذه الجزئية اوكي ايضا عندي هذه اللستة كوموبوكسية نفسها وبدون اي تغيير لذلك ما تحتاج انه تاخذ بنظر الاحتبار عمليات فحصها